شوية صوت لاش دوركي او رز بلمان في الفرن على الطريقة التركية انما ايه حكاية يا جماعة كريمي بطريقة مش طبيعية مش قادر اوصف لكم العظم يا السلام على الحلاوة طعمه غني جدا ومجده خطير يا جماعة لازم تجربوه على ضمانتي ان شاء الله هيجبكم جدا تعالوا بينا نشوفوا الطريقة بسرعة يلا بينا اول حاجة بقى هنجيب حلة كده هنحط فيها نص كوباية من الرز يكون مخصوله متصفي كويس جدا مش هننقع الرز خالص وهنحط في ايها كوبايتين من المية هنحط اربع اضعاف كمية الرز وهنسيبها بقى كده لما يغلي كده بالشكل ده هنقلبه تقليبة واحدة وهنغطيه وهنهدي النار خالص لحد ما الرز يستوي ويشرب المية بالشكل ده وبعد كده هنضيف على الرز اللتر من الحليب الا كوباية من الحليب هنسيبها على جنب هنضيفها على النشا في الاخر وهنقلبه كده تقليبتين وبعد كده هضيف عليها كوباية من القشطة طبعا الطريقة الاصلية للستلاش التركي ما بيدوفوش عليه قشطة بس انا حبيت اخليه كده غني وضع مفيدة لسامة شوية فضيفت عليها كوباية من القشطة طبعا ده اختياري بليكم يعني خطوة اللي بعد كده بقى هنفضل نقلب في الستلاش بتاعنا الخطير ده تقليب مستمر يعني هنوقف حاجة بسيطة ونرجع نقلب تاني نوقف حاجة بسيطة ونرجع نقلب تاني عشان مش عايزة الرز يترصب تحت او يتلسع او يجراله اي حاجة وهنفضل في المرحلة دي لمدة 15 دقيقة لحد لما نحست كده ان الرز حاج متضاعف كده وشرب كويس من الحليب وكمان الحليب تبخر شوية حلوين كده بعد كده بقى هضيف كوباية من السكر وزارفين من الفانيليا البودر انا محابتش اضيف فانيليا سائلة عشان ما غيرش لون الحليب يفضل كده لونه ابيض وحل وطعمها كان حلو جدا صراحة بالفانيليا البودر هنفضل بقى نقلب كده لحد ما ندوب السكر تماما ونشموا الريحة الحلوة بتاعة الفانيليا مش قادر افسلكم يا جماعة خطير قد ايه والخطوة الاخيرة بقى هنحط الحليب اللي شنام اللتر الحليب في اول الفيديو على معلقة كبيرة من النشا ونبدأ ندهوبها كويس جدا بالشكل ده وبعد كده هنرجع نصبها على الخليط كده مع التقليب المستمر يا جماعة اهم حاجة التقليب المستمر هنفضل بقى نقلب 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 لحد ما نوصل لقوام الكريمي الحلو ده والهو تيل قوي والهو خفيف هو قوامها كده كريمي كده زي ما انتم شايفين بصراحة ده اجمل قوام ممكن توصلوله كريمية بطريقة مش طبيعية مظبوطة جدا يا جماعة على ضمنتي بعد كده بقى هنشيل حلتنا من على النار ونبدأ نغير فيها بقى ايه في اي تواجن عندكم كبيرة صغيرة في اي بايريكس اي صنية موجودة عندكم مشارط تقسموها يعني في تواجن صغيرة اي حاجة متوفرة عندكم بتدخل الفرن والمقدار ده عمال لي 6 تواجن صغيرة بالشكل اللي انتم شايفينه ده هبدأ بقى روصة تواجن بتاعتي كده في صنية واحط في الصنية ميا مغلية الميا المغلية مهمة جدا ان هي بتحافز على السوتلاش بتاعنا يفضل بطراوته ويفضل كريمي كده ما انشافش مننا في الفرن وبعد كده بقى دخلتوا على فرن ساخن مسبقا على الشواية بس شغلت الشواية بس من فوق اخد لون كده حلو وبعد كده طلعتوا اهم حاجة ترقبوا الشواية جماعة عشان كل فرن بيختلف عن التاني اول ما تاخدوا اللون الامر ده هتطلعوه على طول وهنسيب بقى التواجن لحد ما تهدى كده من الفرن تقدروا تاكلوها بقى وهي دافية وهي ساعة انا كلتها في كل حالتها طعمها احلى من بعض اذا كانت ساعة او دافية وهم حاجة بقى رشة مكسرات كده او سوداني على الوش وبقى الفهنا وشف عليكم